بسم الله الرحمن الرحيم المحامون الزملاء الأجلاء في المادة الحادية عشرة التي اقترحناها أيضا ضمن مدونة السلوك المهني للمحاما بمقترح ليس طبعا بالطبع يمكن إثباته أو تسبب ولكنها في إثباتها في هذه المدونة التي ستقوم نقابة العامة تحت إدارتي ووفق منهجي ورأي أستاذنا النقيب الجليل رجائع عطية في عمل مدونة السلوك اللازمة لضبط المحاما وضبط السلوك المهني للمحامين وهو في اعتقادي أنه أهم ما يجب أن يكون بالنسبة للمحاما وللمحامين هو كيفية ضبط السلوك المهني والأخلاقي بالنسبة لنا كمحامين وهذا ما يعز المحاما ويعليها ويعود بأثره الرشيد الصالح على المحاما وهو ما نتغياه جميعا وتلمسناه في خطى أستاذنا النقيب الجليل قلت فيها عليك أيها المحامي إذا ما جاءتك القضية أو المسألة القانونية من أحد مكاتب المحامين الذي كان يتولاها ألا تنتقد شخص من كان يتولاها من الزملاء وأن لا تسمح لأصحاب الشأن بسوء الحديث عنه وأن تبدي رأيك فيما يعرض عليك بمهنية دون شطط هذه المادة في حقيقة الأمر نتعرض بالتأكيد لمثل ما جاء بها على نحو يحدث لنا في حياتنا العملية أثناء ممارستنا للمهنة وفي ذلك مثلا نرى أنه إذا ما مثلا جاء البعض إليك بأحد الأقضية وكان أحد مكاتب الزملاء يقوم بالعمل فيها قبل أن يختلف معه أو يختلف معه أصحاب الشأن ويأتوا إليك إذا ما كان ذلك قد تم فإن الناس يأتون إلى مكتبك بالطبع بعد دراسة أمرهم وأن يثبت اختيارهم على أن تتولى أنت المهمة القادمة في الدعوة لتقوم بالعمل فيها هم يأتون ويعرضون عليك ما سبب الخلاف بينهم وبين الزميل الذي كان تولى الدفاع في هذه القضية قبل عليك هنا حينما يأتوا ويعرضوا عليك ما قاله ألا تتعرض أبدا لما قاله الزميل وألا تبدي رأيك فيه صوابا أو خطأا مباشرة هذه حنكة وحكمة وتربية وأدب في العمل بل إنك تقول من الممكن أن تقول أن ما طرحه الزميل أو ما قام به الزميل هي كانت وجهته في الدفاع أما أنا فلي وجهة أخرى إن كنتم على قناعة بي وجيتم إلى مكتبي فإن لي قناعة سأقوم إن شاء الله في توضيحها في قادم الأيام أو مقبلها أو إذا ما عرض لعليك العمل وكنت جاهزا لإبداء رأيك تبديه لهم ولا داعية لأن نقوم بالتجريح في الأستاذ الزميل أو بالتسفيه من رأيه أو مسلكه في الدعوة أو من الحديث عنه بأي شكل من الأشكال هذا احترام لذاتك هذا ما أمرتنا به المحامات هذا ما يتطلبه نزاهة العمل في المحامات هذا ما يتطلبه الصدق والإخلاص والجدية وحسن العمل وحسن الخلق حتى إذا ما قاموا هم بذكر الأستاذ الزميل أمامك بأي من أحاديث السوق عن مسلكه أو عن أتعابه التي أخذه أو عن سلوكه في العمل الذي أحسهم بالخطر أو أحس بأن ذلك سيكون خطر على متهمهم في الدعوة أو سلوك المدعي أو المدعي عليه إذا ما كانت الدعوة مدنية أو غير ذلك فإذا ما أعربوا وأفصحوا عن ذلك أيضا وقاموا بذكر الأستاذ بحديث سيء أمامك فلا يمكنك أن تسكت على ذلك لا أقول لك دافع عنه إذا ما أردت إذا مرتأيت أنه بالفعل أقطع ولكن عليك أن تسكتهم أو تسكتهم عن العمل أو عن الحديث بمثل هذا الحديث السيء عن الزميل الذي يتنوم قل لهم يعني أستأذنكم في أنه لقى حديث عن أستاذ الزميل انتهى أمركم معه بمجرد انتهاء الإجراء وإعلامكم له بأنكم ستقومون بأخذ القضية والأوراق من مكتبي والحضور إلى مكتبي أنا هنا سأقوم برؤية الموضوع برؤياتي وطرح الدفاع أيضا برؤياتي وقى منهاجي وسأقوم بالمرافعة وإعداد الدفاع على هذا النحر ولكل من ناوجها فلا تسمح لهم بأن يسبوا الأستاذ أو يسبوا الزميل لأنه في بعض منهم يعتقد في مثل هذه الحالات أنه حينما يقوم بسب الزميل أمامك فإن ذلك يشجيك أو أن ذلك يسعدك بأنهم سبوا وآتوا إليك بالطبع محتفين ومقدرين ومهللين بقدومهم إلى مكتبك هذا أصلا عمل من أعمال الشيطان لابد أن نتنزه نحن عنه ولا يمكن أن يضاف إليك ولا يضاف إليك إلا الصدق والاحترام والإخلاص في العمل دون ما التعرض إلى شخص من أتوا من الزملاء أو حتى ولو كان هو قد قال عنك ذلك فلا عليك فإن من يسيء فيسيء لنفسه ومن يحسن فيحسن لنفسه أيضا يعني إذا أحسنت للناس فأنت قد أحسنت لنفسك فعليك أيضا إذا ما امتلكت مثل هذه الصفات التي تتغياها المحاماة في أبنائها والتي تطالبنا بها نحن أن نكون من المتمسكين بها إذا ما وصلت إلى هذه القناعات وإلى ترسيخ هذه الصفات فيك وكان عملك على هذا النحو فإنه والحال هكذا ستكون بإذن الله تعالى في مصارك الصحيح بالنسبة لامتهانك لهذه المهنة العظيمة التي ستشرف بك وفق هذه السلوكيات المحترمة ووفق هذه الأدبيات الطيبة التي أسأل الله أن يمتعني بها وإياكم إن شاء الله وفي نهاية الحديث في مصد هذه المادة أشكر لكم حسن الاستماعي وإلى أن ألتقيكم على خير الله وبركاته أشكر لكم شكرا جزيلا شكرا